بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد اللهم صلى عليه وعلى آله وصحابه أجمعين وبعد طلاب الأعزاء أهلا وسهلا بكم مع درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية الصف الرابع الابتدائي وعنوان درسنا اليوم هو تفسير التذكير بنعم الله تعالى صورة التين من الآية الأولى إلى الآية الثامنة الجزء الأول طلاب الأعزاء هيا بنا نتعرف على أهداف الدرس يتوقع في نهاية الدرس أن يكون الطالب قادرا على أن 1. يتلو صورة التين كاملة تلاوة صحيحة مجودة 2. يفسر معاني المفردات الواردة في الآيات تفسيرا واضحا طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي هيا بنا نقوم بحل تهيئة الدرس عزيز الطالب افتح الكتاب المدرسي صفحة 20 وتابع معي حل التهيئة هناك بعض الصور الكرآنية افتتحت بالقسم أذكر أسماء ثلاث من هذه الصور من يذكر لنا صورة تبدأ بالقسم هيا فكروا معي طلاب الأعزاء أحسنت صورة الضحى تبدأ بالقسم من يذكر لنا صورة أخرى؟ أحسنت صورة العصر أحسنت صورة الليل أيضا تبدأ بالقسم الصورة الثلاث تبدأ بواو القسم والآن ننتقل إلى فقرة بين يدي الصورة الكريمة لنتعرف على معلومات عن صورة التين صورة التين صورة مكية عدد آياتها ثماني آيات بدأت بأسلوب القسم وتتحدث الصورة عن أمرين مهمين من يذكر لنا الأمر الأول؟ أحسنت تكريم الله جل جلاله للإنسان من يذكر لنا الأمر الثاني؟ أحسنت الإيمان بالحساب والجزاء بارك الله فيكم جميعا والآن مع الهدف الأول يدل صورة التين كاملة تلاوة صحيحة مشودة طلاب الأعزاء من أداب تلاوة الكرآن الكريم الإنصاط والاستماع قال تعالى وإذا قرئ الكرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون والآن مع تلاوة الآيات فعلينا جميعا أن ننصت خاشعين أثناء تلاوة المكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين جزاكم الله خيرا على إنصاتكم أثناء تلاوة الآيات الكريمة عزيز الطالب عزيزات الطالبة يمكنكم الرجوع والاستماع إلى الآيات مرة أخرى من خلال QR كود الموضح أمامك والآن مع الهدف الثاني وهو أن يفسر معاني المفردات الواردة في الآيات تفسيرا واضحا طلاب الآزاء استمعنا إلى الآيات الكريمة منذ قليل من يقرأ لنا الكلمات الملونة في الآيات الكريمة لنتعرف على معانيها تفضل الكلمة الأولى وطور سينين الكلمة الثانية البلد الأمين كلمة الثالثة أحسن تقويم كلمة الرابعة غير ممنون الكلمة الخامسة بالدين وبعد أن تعرفنا على هذه الكلمات هيا بنا نتعرف على معانيها الكلمة الأولى وطور سينين ما يفسر لنا معناها؟ من يجيب على هذه الإجابة؟ أحسن جبل الطور في سيناء بمصر البلد الأمين أي؟ من يجيب؟ مكة المكرمة أحسنت أحسن تقويم أي؟ أحسن صورة بارك الله فيك بارك الله فيك غير ممنون أي؟ غير مقطوع ولا منكوس أحسن بالدين أي؟ الحساب والجزاء بارك الله فيكم جميعا طلاب الأعزاء هيا بنا نفتح الكتاب المدرسي صفحة 24 ونقوم بحل السؤال أولا من يقرأ لنا السؤال؟ تفضل صل بين الكلمة وما يناسبها من يصل الكلمة الأولى؟ بالدين؟ من يجيب؟ أحسن الحساب والجزاء غير ممنون من يصلها بمعناها؟ أحسن غير مقطوع ولا منكوس وطور سينين من يصلها بمعناها؟ أحسن جبل الطور في سيناء بمصر أحسن تقويم معناها؟ أحسنت أحسن صورة بارك الله فيكم طلاب الأعزاء السؤال التالي بين معاني المفردات الآتية واحد وطور سينين ما يبين معناها؟ أحسن أحسنت جبل الطور في سيناء بمصر أحسنت أحسنت عزيز الطالب أتنين البلد الأمين معناها؟ أحسنت مكة المكرمة بارك الله فيك ثلاثة أحسن تقويم معناها؟ من يجيب؟ فكر قبل الإجابة أحسنت أحسن صورة بارك الله فيك أربعة غير ممنون أي؟ من يجيب؟ أحسنت غير مقطوع ولا منقص إجابة صحيحة أحسنت خمسة بالدين أي؟ من يجيب على هذا السؤال؟ أحسنت الحساب والجزاء بارك الله فيكم جميعاً طلاب الأعزاء طلاب الأعزاء والآن مع غلق الدرس والمسابقة التفاعلية على برنامج الورد هول هيا بنا نتنافس في هذه المسابقة تفسير معاني مفردات سورة التين هيا بنا نبدأ المسابقة كن بسحب الكلمات الموجودة في الأعلى أمام معناها الصحيح غير ممنون أي غير مقطوع ولا منقص بالدين الحساب والجزاء وطور سينين جبل الطور في سيناء بمصر أحسن تخويم أحسن صورة البلد الأمين مكة المكرمة هيا بنا نتعرف على الإجابات أحسنتم جميعاً طلاب الأعزاء جميع الإجابات صحيحة هيا بنا نقرأ الإجابات مرة أخرى أحسن تخويم أي أحسن صورة بالدين أي الحساب والجزاء البلد الأمين أي مكة المكرمة غير ممنون أي غير مقطوع ولا منقص وطور سينين جبل الطور في سيناء بمصر أحسنتم طلاب الأعزاء جزاكم الله خيراً طلاب الأعزاء وإلى هنا نصل إلى نهاية الجزء الأول من الدرس تذكير مهم جداً عزيز الطالب لا تنسى حل الواجب الإلكتروني على برنامج التيمز عزيز الطالب لا تتردد في التواصل والتحاور مع معلمك في كل ما أشكل عليك والإستزادة من علمه وفي النهاية أشكر جميع الطلاب والطالبات على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته